شهدت الصادرات الزراعية المصرية تطوراً كبيراً وملحوظاً من حوالي أربعة ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من سبعة ونصف مليون طن حالياً عشرت وزارة الزراعة إلى أن هذا النمو يعكس مضعفة حجم الصادرات وقيمتها مما يجعل قطاع الزراعة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر منذ اليوم الأول لتولي الرئيس السيسي قيادة البلاد ويضع على عاطقه تنفيذ مشروعات عملاقة قادرة على دفع الاقتصاد المصري للأمام مشاريع كثيرة في عديد من القطاعات ومن بينها الزراعة حيث وضعتها القيادة السياسية على الطريق الصحيح ما أحدث نهضة زراعية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية عبر التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة وتنفيذ العديد من التجمعات الزراعية وغيرها من المشاريع في هذا الشأن اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ساهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري كما تمكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد فالأرقام لا تجذب حيث أعلنت الحكومة على لسان المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا ملحوظا حيث ارتفعت من حوالي أربعة ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من سبعة ونصف مليون طن حاليا الوزارة أشارت كذلك إلى أن هذا النمو يعكس مضاعفة حجم الصادرات وقيمتها مما يجعل قطاع الزراعة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر وزارة الزراعة أوضحت كذلك أن بيانات الهيئة القومية للرقابة على الصادرات والواردات تؤكد هذا التحسن مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في فتح أسواق جديدة حول العالم حيث وصلت المنتجات الزراعية المصرية إلى حوالي 165 دولة